الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وأنس الشايب وشلو حقيقة زواجهم يب يا حبايب هذه الصورة قدامكم موفوتشوب فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوست واللي كان بي صورة البيسان اسماعيل اللابسة في ستان أرس ويا أنس الشايب وكانت كانت تبع الصورة نقول لح تنزل مقطع ولكن حتى بعد ما شفنا المقطع ما وضحت لنا السبب لش لابسة هذه الملابس هل هو زواج إلها أو خطوبة إن فعلا انتشرت هذه الإشاعة ولكن ممكن تكون طبعا الموضوع مفاجأة مثل ما هي وضحت فكل ما علينا خلينا ننتظر ونشوف ولكن تقول يا حبايب تكتبونا بالكومنتات توقاتكم للموضوع هل هو زواج أو مفاجأة الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هي نارين بيوتي نارين نزلت هذا المقطع على قناتها وهذا المقطع أعلنت من خلالها عن نزول أغنيتها الجديدة اللي رح تنزل بعد أربعة أيام بس وقالت إنو بهذه اللغنية رح نشوف بها جانب جديد من شخصية نارين بيوتي وحسب التسريبات اللي كان عدنيها قبل إنو اللغنية رح تكون حزينة فهذا هو الجانب رح نشوفها حسبت وصولنا للعشرة مليون رح أنشر غنيتي الجديدة اللي صار لي فترة مصورتها هاي الغنية كتير قريبة من قلبي هاي الغنية رح تكون شي ما لكم متوقعينه وجانب مني ما حدا شايفه من قبل على الأقل على السوشيال ميديا فكتير متحمسة لحتى تشوفوا والغنية رح تنزل بعشرين اطناعش الفين وعشرين فالغنية إن شاء الله أربعة أيام هيك شي بتكون موجودة عن القناة أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي نورستار فنور رزعت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تعلم بي عن أغنيتها اللي هتنزل باتشر وشانت كاتبة بكرة رح ينزل أقوى فيديو كليب على قناتي وحطت برومو من الفيديو كليب رح أطولكم ياه وشوفوا وقيمه فاكتبونا يا حباي بالكومنتات للأغنية 58 منتوا أكثر بالضبط الخبر الثالث اللي عدنا عن التهجم المتابعين على شاهدوا سمن فشاهدوا سمن نزلوا هذا المقطع على قناتهم واللي شاف هذا المقطع فشاهدوا سمن نوعا ما طلبوا طلب غريب من متابعيهم طلب شوفوا بس بدي الفيديو هذا اذا جاوب 250 ألف لايك رح يكون الفيديو جاي أنا وعم بقرأ القرآن بصوت هوي اللي شافوا اللي سواه والطلب يطلبه وشاهدوا سمن يعتبر هو استغلال القرآن الكريم أنا مودي جمعوا لايكات وتفاعل من وراه هوي كومنتات تتهجموا عليه ومسببه هذا الموضوع يقولوا هم أنتو تستغلون القرآن نعم وتجمعون لايكات فمادر الصراحة كتبونا يا حبيب الكومنتات شو رايكم بالموضوع وهل يتحقون التهجم أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب واستهزاء بأنس وأصالة فأحمد أزاع على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يطلبه من المتابعين كتبوله أسئلة فوحد من الأسئلة اللي جاه هو شنو رايك أو هل شفت مقطع أنس وأصالة جديد فأحمد أبو الرب راد عن الموضوع ولكنه عن ما رده هواي من متابعين اعتبروا أنه بيستهزاء لاحطوكم يا شوفون تقيمه خليهم يا خلي الجماعة يعيشوا حياتهم ما بطلع له للشاب يكون حامل هالأيام خلاص يعني خلاص وين حقوق الشباب متى رح أصير حامل زي باقي الشباب أنا بعرف أنه لازم أنا أدي مهمتي كشاب وأخلي في الأجيال الشاي بس أنا بس قاعدت حاليا باستر بنت الحلال تيجي تطلب يدي عارفين يعني شو بدأ أعمل وبس والله هنا وصلنا للنهات المقطع تماما وقتا عجيبكم انتوا ستحطوا اللايك ستركوا بقناة شناك فإذا ما قادم منك للخصص وبس مع السلامة